اشتركوا في القناة ان يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وان لا يلقي لهذه الوساوى سدالا وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال فهل فيها من اورق قال نعم قال من اين اصابها ذلك فقال النبي صلى الله فقال الرجل لعله نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له وابنك هذا لعله نزعه عرق فبين له النبي عليه الصلاة والسلام ان مثل هذا لا يوجب الشك في المرأة مع انه امر قد يحدث الشك للانسان اذا اتت امرأته وهي بيضاء وهو ابيض بولد اسود فانه لا شك سوف يحدث عنده بعض الشيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طرد هذا بانه لعله ان يكون نزعه عرق من اجداده السابقين نتبل ابيه امه فاذا كان هكذا في مثل هذه الصورة التي قد يقوى فيها الشك فما سواها من باب اولى فالواجب على المرء الكف عن هذه الوساوس الا اذا رأى امرا لا يمكن الصبر عليه فعليه ان يحفظ زوجته اولا ليصونها ولتصونه هي ايضا فاذا لم يمكن ولم تستق من حال وقوية التهم فان الاولى ان يطلقها